موسيقى السلام عليكم هل القنبلة النووية السعودية أصبحت أمر واقع بيسعى الأمير محمد بن سلمان لفرضه على الساحة الدولية طيب إيه علاقة ده بتهديده للعالم قبل أربع سنين لما قصف جابهة الغرب سياسيا زيارة رئيس الصيني الأخيرة للسعودية ما كانتش عادية إطلاق ولو فاكرين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية والساسة في أمريكا سبق وحذروا من القنبلة السعودية فتعالوا نفهم الحكاية وكمل نفهم علاقة ده بإيران صحيفة زهيل الأمريكية عنوانت مقال لها بعنوان هل تساعد الصين المملكة العربية السعودية لصناعة قنبلة نووية وخلوا بالكم من صياغة كلمة صناعة من فضلكم لأنها مختلفة كليا وجزئيا عن كلمة امتلاك وبغض النظر طبعا عن صيرة عنوان المقال الاستفهمية وبغض النظر كمان عن فكرة المقال ذات نفسها فالصحيفة ما قالتش جديد في الموضوع ده لأنه مطروح من سنين وبيشكل هاجس للقيادة الأمريكية وده حنتعرف على أسبابه بعد شوية ولكن أنا متأكد أنكم انتبهتم على كلمة صناعة قنبلة نووية أيوة طبعا لازم ننتبه لأن الكلام عن صناعة مش مجرد استحواز أو امتلاك أو شراء قنبلة نووية وده بيعني أن السعودية بتطور بغنامج نوو وحي وهنا بنفتكر تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في شهر يناير السنة دي لما تكلم عن الكعكة الصفرة وأرجو أنكم تلاحظوا كلامه عن الشركاء قدر كبير من موارد اليورانيوم التي علينا استغلالها وأقولها بطريقة شفافة وسوف يكون لدينا شركاء سوف نسعين بشركاء وأيضا سوف أقوم باستغلال هذا المورد ونقوم بتصنيعه وأيضا بتطويره حتى يصل إلى الكعكة الصفرة وسوف نصل إلى الجانب التجاري للاستفادة المالية من هذا المورد والكعكة الصفرة أو الكيكة الصفرة يا سادة هي مش وصفة حلويات إطلاقا طبعا دي عبارة عن مرحلة من المراحل الهمة جدا في التعامل مع اليورانيوم وتشكيله قواقود نووي للمفاعلات وطبعا تصريح وزير الطاقة السعودي اللي اسمعناه من دقيقة بيتكلم بوضوح جدا عن الاستفادة التجارية من الكعكة الصفرة دي نظرا لاحتواء المملكة العربية السعودية على كميات هائلة وتجارية منها أو تحديدا من اليورانيوم ولكن الموضوع ما وقفش هنا وزي ما احنا عارفين انه في السياسة مش كل شيء بيتألف العلن ومن غير الدخول في التفاصيل العلمية المعقدة الكعكة الصفرة دي بتدخل في مجال تصنيع القنبلة النووية بس بتحتاج لمعاملات كيميائية دقيقة متوفرة عند بعض الدول منها الصين وصولا للتخصيب بنسبة عالية فبيكون معاك كده يورانيوم 235 بنسبة فوق التسعين في المية تخصيب وهي دي المادة الانشترية الفعالة للقنبلة النووية إذا احنا بقى بنتكلم على المملكة العربية السعودية اللي تمتلك بالفعل ثروة كبيرة جدا من اليورانيوم وبتسعى الانتاج الكعكة الصفرة ده لو ما كانتش لسه انتاجتها بالفعل بحسب تساؤلات صحفية أو تقارير أمريكية برضه وبنتكلم عن الصين اللي عندها التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع الكعكة الصفرة وتحولها للمادة الانشترية اللازمة لصناعة القنبلة النووية وزي ما قال وزير الطاقة السعودي في التصريح اللي شفناه واسمعناه من شوية سوف نستعين بالشركاء وواضح قوي ان الشركاء دول هم الصين وزي ما قلتلك من شوية حضرتك موضوع سعي المملكة العربية السعودية للقنبلة النووية مش موضوع جديد وده شيء معلن من طرف المملكة العربية السعودية في شكل صريح علشان كده أعضاء الكونجرس الأمريكي قبل أكتر من سنتين فاتوا وتحديدا في أغسطس 2020 وبعد اطلاعهم على تأرير استخباراتية أرسلوا رسالة لرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب حذروه فيها وعباروا عن قلقهم من التعاون السعودي الصيني في المجال النووي صحيفة وولي ستريت جورنال وقتها تكلمت بإسهاب شديد جدا عن القنبلة النووية السعودية بمساعدة التكنولوجيا الصينية وأن السعودية في طريقها لامتلاكها بالفعل أرسل أعضاء في الكونجرس الأمريكي رسالة تحذيرية للرئيس دونالد ترامب عن سعي السعودية لامتلاك أسلحة نووية بمساعدة الصينيين قرأ أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن السعودية قطعت أشواطا بتطوير صناعة الصواريخ الباليستية وهذا ما ثبت الآن ما يعني أن حديثهم عن النووي السعودي قد يكون أيضا في مكانه حيث قالت الصحيفة الأمريكية في تقرير هذاك إن التقنيات التي حصلت عليها السعودية من الصين وبدون ضوابط ستمنحها قدرة كاملة على إنتاج المواد للأسلحة النووية وده بفكرنا بتصريح مهم جدا وخطير للأمير محمد بن سلمان عمره تقريبا أكتر من أربع سنين وقتها الأمير محمد بن سلمان هدد ولكن بصيرة دبلوماسية هدد العالم بعواقب التراخي مع برنامج إيران النووي وفكر الأوروبيين بالذات بأخطاء الماضي اللي كلفتهم كتير التصريح ده كان أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا في إبريل 2018 وتعالوا نسمع مختصر تصريحه في أقل من دقيقة واللي كان في وجوده غئيس الفرنسي إيمانويل مكرو بخصوص إيران ماذا لو في عام 2025 أصبح بين إيران وإنشاء قنبلة النووية أيام معدودة لا أعتقد أنه في هذا الوقت إيران سوف تحترم ماذا سوف يحدث وسوف تنشئ القنبلة النووية في أيام معدودة وتضع العالم في أمر واقع لذلك لا نتفق أن نصل إلى يوم الأيام إيران بينها وبين القنبلة النووية أيام معدودة اليوم إيران لو أرادت أن تحول برنامجها وتنشئ قنبلة النووية سوف يستغرق من سنة إلى سنتين ونستطيع أن نقوم بالأشياء الكثيرة في هذه السنة أو السنتين في حال إيران اتجهت إلى إنشاء قنبلة النووية لكن بعد انتهار اتفاق في 2025 سوف يكون هناك فقط أيام لكي إيران تستطيع أن تنشئ قنبلة النووية وهذا أمر خطير جدا يكبلنا في خياراتنا وسوف نواجه وقتها إيران بسلاح نووي وسوف يكون وضع خطير جدا في الشرق الأوسط أرجو أن لا يزعمني فخامته وأرجو أن يحسن ظني فيما سوف أقوله لا نريد أن نكرر اتفاق حدث في عام 38 وكان نتيجة الالتزام فيه حرب عالمية ثانية ده اسم قصف جابها سياسي ساعدتك لأن الاتفاق الذي يقصده الأمير محمد بن سلمان والذي حصل سنة 1938 هو معاهدة ميونخ المعاهدة دي عملوها الفرنسويين والبريطانيين والإيطاليين مع ألمانيا النازية ظنن منهم أنها حتكفيهم شر هتلر ومن غير الدخول في تفاصيل المعاهدة دي هي اللي سهلت على هتلر التدخل في بعض الدول الأوروبية وبالتالي نشوف الحرب العالمية التانية اللي كبدت أوروبا خسائر جسيمة جدا سواء في الأرواح أو الاقتصاد بالإضافة لخسارة مكانتها كقوة عظمة لصالح لولايات المتحدة الأمريكية ولكن الأمير محمد كان بيفكرهم بالماضي على أساس أنه بيرفض أنه يرتاكب نفس خطأهم بمعنى أننا كمملكة عربية سعودية مش هنغلط غلطتكم كأوروبيين لما تماهيتم مع هتلر وسبتوه يصول ويجول في أوروبا فدفعتوا منتو التمن غالي إحنا بقى مش هنعمل زيكم مع إيران ومش هنقبل أبدا بتماهيكم مع إيران اللي انتو بتعملوه دلوقتي وتركها أن هي تحصل على السلاح النووي من خلال الاتفاق النووي السيء السمع واللي مش بيحد من أطمع إيران أبدا في منطقتنا خصوصا أنكم في الغرب وخصوصا الأمريكان شركاء غير موثوق فيكم والتجارب بتشهد بأنكم بتغضروا بالحليف قبل العدو كمان يعني يا سادة نقدر نقول أن مختصر تصريح الأمير محمد بن سلمان هو لم ننتظر إيران أن تواجهنا بقنبلة نووية وتفرض علينا الأمر الواقع لذلك إحنا كمان وباعتبار أنه لا يمكننا الوثوق بكم أو بالقوة الغربية عموما هيكون عندنا سلاحة غضع المناسب اللي نقدر نواجه بإيران دا قاله الأمير محمد بن سلمان صراحة في لقاؤه في برنامج 60 دي الشهير على قناة CBS الأمريكية لما رد على سؤال المزيعة بخصوص غربة المملكة العربية السعودية في امتلاك سلاح نووي في مواجهة إيران فكان رد ساودي عربية نشط لأينا ساودي عربية لم تريد أن تمتلك أي نود لكن ساودية في برنامج إذا إيران استطيقوا نووي سيبقوا نشط النار سننظر بأسرع ساعدت لكها بسرعة الكلام عن القمبلة النووية طبعا أي نعم هو قال أننا لا نغرب ولكن كلام الأمير محمد بن سلمان مشعود بمحاولات النظام الإيراني لتطوير القمبلة النووية وبما ان ايران حاليا متنصلة من الالتزامات بالاتفاق النووي وشغالة تقسيب يورانيوم دون رادع وبنسب عالية كمان وبما ان ايران بتشهد حاليا ازمة داخلية كبيرة محتاجة ان هي تصدرها وتفرد عضلاتها خارجيا علشان تحمي نفسها داخليا فالعوامل دي وغيرها من العوامل بتعزز فرص ان ايران سيرة وبسرعة نحو الاعلان عن امتلاكها للسلاح النووي ولو ربطنا كل الامور دي بالزيارة التاريخية لرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية مؤخرا وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين وتأرير الاستخبارات الامريكية كمان عن تعاون نووي سعودي صيني بالاضافة لتصريح الامير محمد بن سلمان عن القنبلة النووية حط عليه كمان تصريح وزير الطاقة السعودي عن الكعكة الصفرة حط عليهم كمان التأرير الاعلامية والصحفية الغربية اللي بتتكلم عن التعاون النووي والسعودي الصيني لو ربطنا كل الامور دي ببعضها وبغيرها من الامور حنعرف ان المملكة العربية السعودية محتاطة بشدة لمسألة الامن خصوصا ان التعاون السعودي الصيني بيشمل السواريخ الباليستية كمان وده سبق وقشرنا له في حلقات سبق كتير ولكن وباعتبار ان ايران بتتبنى ايدولوجية طائفية مبنية على عداء وكراهية عقائدية بتخليها بتسعى دايما للاعتداء على المملكة العربية السعودية بأي شكل وده برضو سبق وقشرنا له كتير جدا قبل كده وبما ان ايران اللي بتسعى لتطوير قنبلة نووية بتواجه تخبطات وازمات داخلية ممكن تدفعها لتصدرها للخارج من خلال اختلاق حرب مباشرة مع المملكة العربية السعودية لذلك من الطبيعي جدا ان تكون المملكة العربية السعودية مش معتمدة على الغرب علشان تكبح جماح الطموح النووي الايراني خصوصا ان التاريخ الحديث والقديم اللي اتنين بيشهدوا ان طبيعة العلاقة ما بين ايران والغرب خصوصا الولايات المتحدة الامريكية هي طبيعة خادمية بالدرجة الاولى ونفس التاريخ برضو بيشهد ان الغرب لا يمكن الوثوق بهم اطلاقا والغدرب والحلفاء سمع طبيعية فيهم علشان كده السعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان بتنوع وبتزود من خياراتها في التعامل مع الطموح والاطماع الايرانية بعيدا عن الغرب ومن ضمن الخيارات دي طبعا خيار القنبلة النووية واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة